اهلا بكم من جديد الرئيس الايراني المنتهي ولايته حسن روحاني يتهم البرلمان بعرقلة مسار مفاوضات فيينا نووية وكذلك اضاعة الفرصة التي في تجاوز العقوبات الدولية روحاني قال ان قانون رفع العقوبات وضمان المصالح القومية الذي تم تمريره في البرلمان عرقل مسار وحال دون رفع العقوبات الدولية عن بلاده على ضفة المقابلة قال متحدث باسم البرلمان ان تقييم المؤسسة التشريعية اظهر ان مفاوضات فيينا والتي بدأت في ابريل الماضي غير قادرة على الغاء العقوبات الامريكية على ايران عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قال ان روحاني دخل المفاوضات من موقع الضعف وهو ما منع الطرف الاخر من تقديم هذه التنازلات على ضوء كل هذا ما هي دوافع روحاني من وراء انتقاد البرلمان وهل اراد انتقاد المواقف المتشددة التي تبنها البرلمان ام انتقاد المرشد الاعلى نفسه وما هي الخيارات المطروحة على ايران لدى العودة الى محادثات فيينا انتقاد البرلمان الايراني هو اخر الطلقات في مسدس الرئيس حسن روحاني للدفاع عن محادثات فيينا في مواجهة المتشددين ببلاده روحاني قال ان القانون المعروف بقانون رفع العقوبات وضمان المصالح القومية الذي سمح بالتعليق تنفيذ البروتوكول الاضافي للرقابة على عملية التخصيب عرقل مسار المفاوضات وحال دون رفع العقوبات وجدد روحاني التأكيد على ان العقوبات كان يمكن ان ترفع في مارس الماضي الا ان الفرصة سلبت ايران لم تخرج من مفاوضات فيينا بعد وما تزال تقف امام مفترق طرق فيما ينتظر المفاوضون الدوليون استئناف المحادثات بعد تولي رئيس المنتخب ابراهيم رئيسي مقاليد السلطة وفي الواقع فان رئيسي والمرشد علي خامنئي يقلبان ما لديهما من خيارات انصار خامنئي في البرلمان ردوا على اتهامات روحاني بالقول انه هو الذي عرقل رفع العقوبات مجتبي ذنوري عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قال ان روحاني دخل المفاوضات من موقع الضعف وهو ما منع الطرف الاخرى من تقديم التنازلات المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيت برايس اكد ان العقوبات ستظل قائمة ما لم ترفع بموجب عملية تفاوضية ودع ايران الى ان تدرك اهمية وجود الية تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا وهناك عقدتان تعترضان الطريق هما حجم العقوبات التي يمكن رفعها في مقابل عودة ايران الى التزاماتها وبحث برنامجها للصواريخ وتدخلاتها في المنطقة لرفع باقي العقوبات وترفض ايران بقاء العقوبات على اجهزة رئيسية مثل الحرس الثوري كما ترفض بحث قضيتي الصواريخ والتدخلات الاقليمية الولايات المتحدة قد تنشأ الى تجديد العقوبات ما لم توافق طهران على من انتهت اليه الجولة السادسة من محاذثات فيينا والكورا ما تزال في ملعب رئيس وخامنئي ليختارا طريقا دون اخر نبدأ هذا النقاش بانضمام ضيفي من واشنطن حسن هاشميان المتخصص بالشؤون الايرانية معي ايضا من طهران مختار حدد المحلل السياسي مرحبا بكما في هذا النقاش البداية معك سيد مختار تحميل مسئولية تعثر المفاوضات اليوم مفاوضات الاتفاق النووي للبرلمان من قبل الرئيس المنتهي ولايته روحاني على ماذا تنطوي تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم في الحقيقة نعتقد ما طرحه الرئيس حسن روحاني هو اراد ان يقدم تقريرا للشعب الايراني بشكل ما ولانه هو في اخر ايام من رئاسته للجمهورية وهو يعني كعانى من بعض المشاكل يعني البلاد عانت من بعض المشاكل خلال هذه الفترة بسبب الاجراءات الامريكية والعقوبات الاحادية للولايات المتحدة الامريكية هو من جانب اشارة الى هذا الموضوع ومن جانب اشارة بانه بان حتى الان انه لم يستطع التوصل الى نتيجة في الاتفاق النووي هو بسبب قرار البرلمان واعتقد يعني هذا لم يكن بهذا الشكل يعني صحيح الرئيس روحاني يعني اراد ان يقول ان الممكن من المشكلة من جانب البرلمان ولكن في الحقيقة في موضوع السياسة الخارجية في ايران يتم اتخاذ القرارات في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يعني في الكثير من الدول وعلى هذا النحو سنتحدث عن ذلك لكن انت السياسة الخارجية هي السياة بان ما حصل يعني ان الرئيس روحاني اراد ان يقدم تقرير لكن هناك تصريحات مكثفة كانت وتعبيرات ربما تثير الشكوك فرص مسلوبة فرص ضائعة واليوم اسماها بالعلن وحمل المسئولية للبرلمان لماذا هذا التوقيت لانه ذكرت يعني هو اخر ايام يعني من رئاسة الرئيس روحاني هو يعني كان يتوقع بان ينتهي موضوع الملف النووي عودة ولايات المتحدة خلال فترة رئاسته ولكن كما ذكرت يعني ان البرلمان عندما اتخذ هذا القرار نسق مع المجلس الاعلى للامن القومي والبرلمان يعني هؤلاء النواب الشعب يحق لهم بانه يتخذ قرارات يعني فلذلك حتى هذا القرار نعتقد من ناحية ساعد الحكومة في المفاوضات في الضغط على الجانب الاخر ولكن الرئيس روحاني يعني هو في اخر ايام من رئاسة الجمهورية وهو لانه لم يصل لانه وعد كثيرا بانه ستنتهي هذه الازمة خلال فترة رئاسته فهذا لم يحصل وممكن يعني ذلك يحصل خلال فترة رئاسة الرئيس المنتخب السيد ابراهيم رئيسي سيد حسن ماذا يعني ان يفتح الرئيس الايراني النار اليوم على البرلمان قبل مغادرته قصر الرئاسة نعم تحية لكم والضيف ومشاهدين البرنامج يعني في هذا التصريح وبهذا الخطاب هناك رسالة مبطنة وجدا مهمة هذه الرسالة تقول للنظام الايراني والغيادة الايرانية وخاصة الى علي خامني والمجموعات التابعة له في البرلمان ومكانات اخرى تقول له ان هناك ثورة عارمة الان في داخل ايران الشعب الايراني الان منتفض في كل صوب وفي كل غرية وفي كل محافظة ولذلك انتم يعني عرقلتم الاتفاق النووي وهذه نتيجة العرقلة التي جاءت من عندكم الآن روحاني بهذا الخطاب يهدد خاتمي يهدد خامني يهدد المرشد النظام الايراني بأن اذا لم تقبلوا بهذا الاتفاق طبعا هناك الشعب سيغضي عليكم ولذلك اراد ان يقتنم هذه الفرصة ويضغط على هؤلاء الذين وقفوا امام موضوع الاتفاق النووي خاصة في العقوبات التي تتعلق ب علي خامني بيت علي خامني وايضا الحرص الثوري تعرفون ان الولايات المتحدة قبلت برفع العقوبات عن 700 موضوع من ضمنه النفط والبنوك وما شابه ذلك ولكن موضوع العقوبات على خامني وجماعته والحرص الثوري بقمح المناقشة قوية في داخل ايران وطبعا المؤسسات القريبة والمطيعة لعلي خامني والغريبة من الحرص الثوري عارضت هذه الاتفاق وعارضت موضوع رفع العقوبات عن النفط وما شابه ذلك واستمرت بهذا الشكل سيد حسن تقول بأنه هي رسالة للمرشد الأعلى والداخل الإيراني بأنه يجب أن يقبلوا بالاتفاق لكن هناك من يرى بأن كل ما يحدث اليوم هو مجرد افتعال سياسي وذلك لتسجيل نقطة لصالح الرئيس رئيسي عندما يصلوا إلى اتفاق لا أعتقد أي مكسب هناك سيكون لرئيسي رئيسي في خطابه وفي توجهه وأيضا من الدعم من المؤسسات المنتصبة من قبل خامني وجماعاته أراد أن يغير أطر المفاوضات يعني مهمة رئيسي هو تغيير أطر المفاوضات السابقة ودخول في أطر جديدة يدخل به النظام الإيراني بغوة ويضغط في أوراق مثلا في العراق ولبنان ومكانات أخرى وثم يهاجم الغوات الأمريكية ويفعل ويهدد الاتحاد الأوروبي وثم من خلال هذه الأوراق يقلب الطاولة ويرغم الدول الغربية المجموعة خمسة زايد واحد بقبول طلباته الآن في ظل هذه الثورة العارمة الموضوع أصبح عكسا للنظام الإيراني الآن من منظور الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي إبراهيم رئيسي سيدخل هذه المفاوضات في ظل الأزمة والثورة الغائمة في داخل إيران سيدخل هذه المفاوضات ضعيفا ويبقى ضعيفا ولا يمكن عليه أن يغير أي شيء لذلك حسن روحاني في هذا التوقيت بالذات يعطي ويأتي بهذه الرسالة أنتم يقصد علي خامني وجماعته أنتم وصلت البلاد إلى هذه النقطة سيد مختار هل فعلا يمكن أن تنضوي هذه التصريحات الرئيس روحاني على أنه هي بمثابة رسالة اليوم للمرشد الأعلى وحتى للسيد رئيسي بأنه يجب أن يكون أكثر مرونة بالتعاطي مع الملف النووي الإيراني أنا لا أعتقد أن السيد الشيخ حسن روحاني أراد توجيه رسالة لسماحة قادة الثورة لأنه كما ذكرت الشيخ روحاني وتحدث عن نتائج الأمور التي كان يتابعها خلال هذه السنوات وأنا أعتقد خلال الأسابيع القادمة والأشهر القادمة أن تصل الأشهر القليلة وليس نقول أنه ستستمر هذه المفاوضات إلى أمط طويل أعتقد هذه المفاوضات ستصل إلى نتيجة لأنه بالعكس من ما ذكره ضيفكم الكريم هناك تم التوصل إلى حتى موضوع الحقوقين الأشخاص الحقوقين مثل المؤسسات التابعة لمكتب قائد الثورة تحت إشراف مكتب قائد الثورة أو حتى الحارس الثوري تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي لرفع هذه العقوبات ولكن إيران لديها مطلب واحد ورفع جميع العقوبات وليس عقوبات جزئية أو معظم العقوبات إيران تكون يجب رفع كامل العقوبات لأن هذه العقوبات بنيت بحجة وبذريعة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق الناوي وانتهاكها لقرار 22-31 وكما تعرفون يعني أن من خلق هذه الأزمة هي الولايات المتحدة الأمريكية لم تخرج من الاتفاق الناوي كماليات حسابية في الداخل الإيراني واليوم هم من يعطلون العودة إلى الاتفاق أنفسهم لا 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 أعتقد أن ممكن نصف هذا الموضوع يعني تصفيات حسابات يعني البرلمان لدي حق يعني إذا هناك دموقراطية البرلمان لدي حق رئيس الجمهورية لدي حق أن ينتقد والآن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود يعني المفاوضات وصلت إلى مراحل مهمة وهي في المرحلة الأخيرة والكرة ليست بملعب إيران بملعب الولايات المتحدة الأمريكية يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت سبب هذه الأزمة هي وعدت تريد العودة إلى الاتفاق وهي الآن عليها أن تتخذ القرار الصعب ولكن الولايات المتحدة يعني لديها حسابات أخرى قضايا أخرى تريد إدخالها في المفاوضات هذا لا تقبل به إيران أصلا هناك يتم طرح مواضيع خارجة على المفاوضات النووية سيد هاشميان هناك نقطة ربما يعني يجب يعني أن أستوضحها منك عندما تحدث الرئيس روحاني عن فرصة ضائعة تحدث عن شهر مارس بالتحديد وذلك قبل حتى بدء المفاوضات النووية الأخيرة كيف نفهم ذلك؟ ما هي الفرصة؟ يعني وفقا إلى رؤية حسن روحاني ووفقا إلى محاولات محمد جواب ضريف هناك كانت اتفاقيات بين حكومة روحاني والاتحاد الأوروبي وأيضا هناك مجيء حكومة جديدة في الولايات المتحدة يرأسها سيد بايدن ولذلك هذه كانت فرصة مهمة للنظام الإيراني كي يستغل هذا الموضوع تعرفون أن بايدن والديمقراطيين إلى مدى هم يعارضون سياسة ترامب ولذلك حسن روحاني وجواب ضريف لو رجعتم إلى تصريحات ضريفة بشكل متكرر أن دائماً ضريف كان يقول أن الولايات المتحدة الجديدة يعني بزعامة بايدن لم تخرج من سياسة ترامب دائماً كان يذكرهم بأنكم ما زال في سياسة ترامب لذلك حسن روحاني ومحمد جواب ضريف سعوا أن يستغلوا هذه الفرصة بأن هناك حكومة ذهبت وكانت مناهضة للنظام الإيراني وجاءت حكومة مختلفة برؤى مختلفة وعليهم أن يقتنموا هذه الفرصة حسن روحاني ومحمد جواب ضريف الآن يقول أن أنتم ضيعتم هذه الفرصة من أنتم البرلمان وتعرفون أن البرلمان ليس منتخب ديمقراطياً هو ينتخب من المؤسسات الأمنية معظم أولاً الذين الآن دخلوا البرلمان مثلاً واحد في مدينة الشيراج أغل من أربع في المئة من أصوات الناس حصل ودخل في هذه البرلمان يعني لا يوجد أي شيء صلة بين هذا البرلمان والشعب الإيراني ولكن بإطار المؤسسات الموجودة في داخل إيران حسن روحاني يقول لهم أن أنتم عرغلتم هذا الموضوع وأنتم الذين ضيعتم هذه الفرصة أيضاً حسن روحاني ليس فقط يشير إلى الملف النووي هناك مواضيع مختلفة منها منع إيران للدخول في معاهدة قسيل الأممال وتمويل الإرهاب أيضاً حتى لو رفعت جميع العقوبات على إيران إذا إيران لم تدخل في معاهدات مكافحة قسيل الأممال وموضوع تمويل الإرهاب وهو ما حدر منه الرئيس الروحاني مراراً وتكراراً سيد مختار هل ستأخذ الحكومة الجديدة بعين الاعتبار هذه التحذيرات سواء كان من مغبة عدم الانضمام إلى اتفاقيات مجموعة العمل المالي أو حتى رفع العقوبات وضمان المصالح القومية نعم أنا أريد أشير إلى هذه النقطة التي تتحدث عنها في السؤال الأول وأريد أستكملها بأن اتخاذ القرارات بشأن السياسة الخارجية تتم في المجلس الأعلى للأمن القومي والمجلس الأعلى للأمن القومي هو المسؤول عن تعيين السياسات في هذا المجال والحكومة هي تنفذ يعني مجلس الأعلى للأمن القومي لديها أعضاء في أعضاء من الحكومة من بقية المؤسسات السيادية في البلاد والحكومة تنفذ وحد الملف النووي مثل هذه الملفات هي يتم اتخاذ القرار حولها في المجلس الأعلى للأمن القومي فلذلك نظراً لما الآن السياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع الملف النووي وهذه المفاوضات الحكومة القادمة ستقوم بمتابعة نفس هذه السياسات التي تم اتخاذ القرار حولها في هذا المجلس أما بالنسبة لموضوع الف اي تي اف يعني هناك حدثت مشكلة يعني بين المؤسسات في إيران يعني هناك تم تأييده في البرلمان ثم ذهب إلى مجلس صيانة الدستور ولكن مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يضم خبراء وشخصيات في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية انتقد ذلك لأنهم كانوا لديهم إشكالية قالوا يعني بدون إذن البرلمان وبدون التشاور وزير الاقتصاد الإيراني ذهب ووقع هذه اللوايح اللوايح الف اي تي اف في الوقت الذي هناك العديد من دول العالم لن توقعها لم تنظم إليها وإيران انضمت إليها وهذا يعني كان موضوع يعني بادرة انتقدها يعني البعض داخل إيران وهو موضوع ما زال يعني مفتوحا ولم ينتهي ولكن في نهاية المطافة نعتقد يعني حكومة السيد رئيسي هي تريد كذلك انهاء هذه الأزمة لأنه انهاء هذه الأزمات هي اعتقد يعني تساعد العالم على يعني انهاء الكثير من الأزمات التي تتبع مثل هذه الأزمات الكبرى والجمهورية الإسلامية من المؤكد يعني هي لا تريد الآن إيجاد مشكلة سيد حسن إذا ما كان الكل يعني يتحدث بي عن أنه السياسات الإيرانية الخارجية لن تختلف أيا كان رئيسها اليوم فكيف نفهم كل هذه التصريحات وهذه التجذبات السياسية ان صح التعبير الداخلية الإيرانية نعم قبل كل ذلك أريد أشير إلى ما قاله ضيفك الكريم في موضوع في اعتيف هذا الكلام الذي طروحه غير صحيح هذه المؤسسات أمهلت إيران ست مرات كل مرة شهرين وتمدد شهرين إلى ست مرات ثم بعد أن إيران عارضت تماما دخول في هذه المعاهدات وضعوا اسم إيران على قائمة السوداء على قائمة السوداء في موضوع قسيل الأموال وفي موضوع تهريب أو دعم ميليشيات أو موضوع تمويل الإرهاب وموضوع الجريمة المنظمة لذلك وهناك أيضا تصريحات غريبة من علي خامني بأنهم عارضوا هذه المعاهدات لأنهم يريدون استمرار مساعدة حسن نصر الله وميليشيات الحوسي وما شابه ذلك لذلك هذا الكلام أن هناك مؤسسات متصارعة وهذه تقول بهذه الطريقة ومؤسسة أخرى تتحدث بطريقة هذا غير صحيح أما فيما يرجع التجذبات الموجودة أنا أعتقد حسن روحاني صحيح هو كان غير يستطاع أن يعمل أي شيء للشعب الإيراني ولكن كان هو لينا في بعض الأمور وكان يعمل من أجل التعاطي الجيد مع بعض الجهات ولكن هذه النقطة بالذات ستغيب في زمن إبراهيم رئيسي أعتقد أزمات إيران في زمن حسن روحاني أزمات السابقة هناك ألف أزمة وأزمة موجودة في إيران ستضيف لها أزمات جديدة في زمن إبراهيم رئيسي وأعتقد الصراع بين الشعب الإيراني وهذا النظام سيدخل مراحل جديدة سيد مختار الكل ينتظر الإيرانيون اليوم بما يخص استئناف المباحثات فهل سنشهد اتفاقا نوويا هذا العام 2021 نعم أنا أعتقد هناك سنشهد اتفاقا بين إيران والولايات المتحدة لأنه الأطراف الحاضرة في المفاوضات تريد حدوث ذلك وكذلك إيران تريد ذلك فقط يبقى الأمر الآن بيد الولايات المتحدة كما ذكرت هي يجب أن تتخذ قرارها وهو قرار صعب ممكن بالنسبة إليها لأنه هناك أعتقد ما زال بعض الجهات في الولايات المتحدة اللوبيات التي تدعم الحرب هي تضغط على الحكومة الأمريكية الحالية ولكن إذا بايدن يريد أن يثبت مصداقيته عندما تحدث بأنه يريد حل هذه المشكلة والتعويض عن أخطار رئيس الأمريكي السابق دونالد ترام فعليه الآن أن يتخذ ذلك القرار وأنا أعتقد هناك الأجواء ما زالت إيجابية وهذا كان واضح نظرا لانتهاء حكومة الرئيس الروحاني هناك كانت حسب المعلومات كانت تنسيق بين إيران والوساطة الأوروبية مع الولايات المتحدة بأنه يتم متابعة المفاوضات في الحكومة الجديدة وهذا الوفد المفاوض كذلك من المحتمل الكبير أنه لن يتغير هو نفس الوفد سيستمر في هذه المفاوضات حسب المعلومات وهذا موضوع شبه مؤكد فأنا أعتقد خلال الأشهر القليلة القادمة سنرى نتيجة مهمة في هذه المفاوضات وحتى أوسع من ذلك أعتقد المرحلة السابعة من المفاوضات هي ستكون المرحلة النهائية من هذه المفاوضات سيد حسن على كل ما ذكروا ضيفي من ظهران إذا ما كانت فعلا الحكومة الجديدة ستحافظ على التقدم الذي أحرزه الوفد المفاوض هل سيكون فعلا هناك توصل الاتفاق وهل ستكون الجولة السابعة كما قال ضيفي هي النهائية فيما يرجع إلى الموقف الدولي لا تنازل في موضوع العقوبات على علي خامني والحرص الثوري هذه العقوبات يجب رفعها من خلال الكونغرس الأمريكي وأعتقد لينكون والجماعة الأمريكية التي موجودة فيها المفاوضات الهيئة الأمريكية أعلنت هذا الموضوع كرارا لا يمكن رفع هذه العقوبات لذلك على إيران أن تقبل بهذا الوضع الحالي ولا تطالب بشيء أكثر من طاقة لينكون والهيئة المفاوضة الأمريكية طبعا هناك تحركات أخرى إذا إيران أرادت أن تزيد الطين بل في بعض النشاطات النووية المحظورة هناك ستكون غرارات أخرى في الولايات المتحدة مثلا الولايات المتحدة تحاول أن تستهدف تهريب النفط الإيراني إلى الصين أيضا هناك مساودة قرار في الكونغرس الأمريكي حول عقوبات جديدة على النظام الإيراني وأيضا هناك خطوات أخرى في المنطقة لذلك على إيران أن تقبل بهذا الوضع الحالي وإما ستواجه أسوأ أزمتها في تاريخها الحالي سيد مختار تفألت بأن الجولة السابعة قد تكون الأخيرة لكن هل سنعود إلى موضوع التفاوض بالمطلقات إيران تريد رفع العقوبات بالكامل وواشنطن تطالب بالالتزام الكامل أم ربما سنشهد مرونة مزيد من المرونة والتي ستدفع إلى التوصل إلى اتفاق كما ذكرت نعم في البداية صحيح معلومات ضيفكم الكريم هو يصور على موضوع العقوبات على مكتب قاد الثورة وموضوع الحرس الثوري ولكن حسب المعلومات كذلك هذا تم إلى اتفاق مبدئي حوله ولم يكن بهذا الشكل وأرجو تصحيح مثل هذه المعلومات أما بالنسبة للمرونة أعتقد إيران أبدت مرونة كبيرة عندما وافقت في العودة إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة التي خرج تصمن الأساس الولايات المتحدة من هذه المفاوضات وهي أصلا تحترم الاتفاق الناوي ولكن إيران رغم ذلك وافقت اتخذت قرارها جاءت وقع إيران ما تطالب به ليس أمر صعوب يعني عندما خرج ترامب الاتفاق الناوي أعاد العقوبات السابقة وبعد ذلك بنى على أساس ذلك نظام عقوبات ولكن بالرغم من ذلك أنا أعتقد الأجواء إيجابية الحكومة القادمة من المحتمل كبير يعني محتمل كبير جدا بأن تصل إلى اتفاق وكذلك المنطقة على وشك التوصل إلى تفاهمات نظرا للمباحثات بين إيران والسعودية والآن الاتصالات الموجودة بين إيران والإمارات ودول المنطقة وأعتقد الأمور في الأشهر القادمة ستكون إيجابية شكرا جزيلا لكم يا ضيفاي من واشنطن حسن هاشميان المتخصص بالشؤون الإيرانية وشكر لك من طهران مختار حداد المحلل السياسي نهاية هذه الحلقة مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء